السلام عليكم ورحمة الله نتمنى ان شاء الله يلقيكم هات الفيديو في احسن الاحوال ومرحبا بكم في قناة امنا للطبخ العالمي مع وصفة جديدة الوصفة اليوم هي لحم بعجين وصفة تركية سهلة في التحذير وبنينة في المضاق لمعرفة المقادير وطريقة التحذير تابعوا الفيديو حتى الاخير ورجع ممتعا بسم الله اول شي انمرو المقادير ديل تحذير العجين يحتاجوا في المقادير ملعقة كبيرة من السكر 8 جرام من خميرة العجن ملعقة صغيرة من الملح 250 ميلي لتر من الحليب وغادي نحتاج وربع كاس من الزيت النباتية وغا نحتاجوا كذلك 500 جرام من الدقيق الابيض الآن غادي نمر باش نحضر العجين في واحد الايناء كاندي الحليب كاندي جميع السوائل الحليب واربع كاس من الزيت ثم غادي نضيف 8 جرام من خميرة العجن وملعقة كبيرة من السكر وصفي غادي نخلط مزيان حتى ندوب الخميرة مع مع الحليب والزيت الملح ما بضيفوش في هادا المرحلة باش بالخميرة دغاية تتفاعل ليكم مع السكر صفي هنا بعد ما دوبت الخميرة الآن كناخت 500 جرام ديال دقيق كنخلط فيه ملعقة صغيرة من الملح وغادي نضيفو الى الخليط بالنسبة للدقيق ما نضيفوش دفعة واحدة نضيفو شوية وخليو شوية حتى تعجنو تشوفوش العجين كيجي هو هاداك آآ العجينة ما خصاش يجي قاسحة خليوها شوية مرقوفة صفي هنا غادي ندلك غير بيتية قدو تستعملو العجانة الى كانت متوفرة ولكن ما كيحتاجش صفي هنا بعد معجن تومسيان غادي نضيفو الاناء بشوية ديال الزيت وغادي نوضع في العجين ونخليه حتى كي يختمر وكي يضع في الحجم دياله وبالنسبة المكونات اللي غادي نحتاجه في الحشو عندي هنا يا باقة من القزبر والباقدونيس نصف حبة من الفلفو الاخضر الحار اللي حيت لها البذور حبة من الفلفو الاحمر الحلو ونصف حبة من الفلفو الاخضر عندي هنا هي معجون طماطم حبتين من الطماطم اللي حيت لهم القشور فصين من الثون حبتين من البصل وعندي هنا تقريبا واحد لخمسمائة كرام من اللحم المفروم او الكفتا وبالنسبة للتوابل كنحتاجه الملح الفلفل احمر الحلو او البابريكا فلفل اسود اي الابصار ثم الكامون وغادي نحتاجه اربع كاس من الزيت النباتية ثم تبس الرمان بالنسبة للتبس الرمان اذا ما كانش متوفر عندكم ماشي مشكلة ما تديروهش اذا كان متوفر ديروه وصع في هديو هما المكونات اللي غادي نحتاجه في الحشب الآن غادي نمر باش نطحن جميع المكونات اهن هي عندي البصل والثوم ثم التماطم غادي نطحن الكل وغادي نوضعوه في واحد الاناء بعد نطحن كذلك الفلفل الحلو والفلفل الحار ثم القزبر والباقتونس صافيني بعد ما نطحن جميع المكونات نوضعوه في واحد الاناء ونخلطوه مع بعض الان غادي نضيف رباح كاس من الزيت النباتية ونضيف الثلاث ملعاق كبيرة من دبس الرومان بالنسبة للدبس الرومان كيتباع كيتباع عند المحلات التركية هنضيفه نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود او الابصار ها ملعقتين كبيرتين من البابريكا او الفلفل احمر الحلو ملعقة ونصف من الملح طبعا كمية الملح كتبقى دائما اختيارية وحسب الرغبة. نصف ملعقة صغيرة من الكامون وما غادي نضيف ملعقتين كبيرتين من معجون طماطم. صافي غادي نخلط جميع المكونات مع بعض. نضيف الكفتاء او اللحم المفروم الى الخليط. عندي نية تقريبا واحد لخمسمائة كرام ومشي بالضرورة تديروا نفس الكيميات الخليط والعجين إلا كان عدد الأفراد قليل. ديروا فقط نصف المقادير. صافي نخلط حتى ندخل تبيلاء في الكفتم زيان. سوف نغطيها وندخلها للجاح حتى يختمر العجين. صافي نيل العجين بعد ما اختمروا الطعف الحجم. سوف نحيد منه كمية الهواء. سوف نرش سطح العمل بالدقيق. سوف نقسم العجين الى كوائرات متساوية الحجم. سوف نكبره بالسعب وفي نفس الوقت لا تصغروا الى كوائرات متوسطة. سوف نستمر في التقطاع حتى ننسى لجميع الكيميات. سوف نغطيها بالبلاستيك الغذائي. لكي لا تكون فوق منها القشرة بسبب الهواء. سوف نغطيها على هذا الشكل ونغطيها في الفيديو. جديدة ، من التقليد خرجها بالكوائرات اجده. المسيح الصحين سوف نرش الدقيق و سوف نسرح العجين سوف نسرحها رقيق و لا تجعل العجين جدا سوف يأتي بحل خبزة الطورتي و بالمناسبة لتعود العجين فقط بخبزة الطورتي لك تشريوه واجد سوف تسرح فوق منه الحشو و تدخلوه الفران حتى تطبيق فتا سوف نسرح العجين و لا يوجد العجين سوف نسرح العجين و سوف نضعه في صفحة الفرن بالنسبة لتعود العجين يطيبه فقط في المقلات و لا يقلبه فقط الجهة السفلية حتى يتحمل الخبز سوف نسرح العشو لتأتي بالفرن سوف نأخذ العجين و لا يوجد العجين ونسرحه فقط العجين سوف نسرحه في العجين و تسمحه بمتساوي من شكل منها سوف نسرح عن العجين و لا يوجد العجين او من المنزل جميع الكيميائي و في هذا الوقت كان يكون صغير الفون على 200 درجة و كانت تخلفها حتى يطيب الخبز و يتحمل من الأسفل ثم نتواجه الفون و يتحمل قليلا و سوف نخرجه و نتوقع فيه مع الشكل النهائي و سوف تحمل و باستخباح و سوف ينبث على صفحة و تحمل 3 الاجتماعي و يتحمل في القرب و تعالى و سوف يتحمل و تتحمل عملاً و يتحمل الوضع و تتحمل الوضع و يتحمل المكان و يتحمل الوضع و يتحمل الهواء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاختيار كيبقى لكم اه في كلتا الحالتين كيجيزوين نتمنى ان شاء الله الوصفة دياليوم نتمنى الاعجاب ديالكم وإلى عجبتكم خذوا لي لي لايك وقابوني في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد خليتكم في امان الله حتى الفيديو الجاي ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة